تستمر سلطات الاحتلال في انتهاكتها بحق أطفال فلسطين دون أي احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانية المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عملية الاعتقال يعني سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية هذا العام فقط 750 طفلا فلسطينيا شهر نيسان سجل 119 حالة اعتقال بين الأطفال في شهر واحد فقط في حين سجل شهر أكتوبر الماضي أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون اليوم نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بعد أن طالبت 172 منظمة حقوق إنسان ومدنية المجتمع الدولي على إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصري بحق أطفال فلسطين والمطالبة بإطلاق صناحهم للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفتي بالستوديو أسيدة أمالي خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أهلا بك معنا أهلا بك وبكافة المشاهدين والمشاهدات تسليط الضوء على قضية اعتقال الأطفال مهم جدا يعني أنه خصص الموضوع باعتقال الأطفال مهم لأنه فعليا نحن نتحدث عن أرقام غير مسبوقة في الاعتقالات كما ذكرت قبل قليل أستاذة أمال 160 طفل خلال شهر واحد 119 طفل في شهر نيسان الماضي ليس هذا فقط بل أيضا التنكيل منهم وكأنه موضوع اعتقال أطفال تحت السن الخمسة عشر عاما تحديدا كمان أصبح أمر اعتيادي أو تريد دولة الاحتلال أن يصبح أمر عادي بالبداية لنتحدث عن هذه القضية يعني في البداية قامت كما أشرت 172 مؤسسة حقوقية ومدنية في المنطقة العربية وتحديدا شرق الأوسط وشمال إفريقيا عمليا بتوجيه رسالة بيان أو نداء إلى المحافل الدولية المعنية بإنفاذ حقوق الإنسان عمليا تتناول في الخروقات التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين يعني خروقات فاضحة وتتناقض جوهريا مع اتفاقيات حقوق الطفل ومعاهدات حقوق الطفل خاصة أن إسرائيل تعتبر الطفل لسن 16 عاما بينما هذه الاتفاقيات حتى 18 عاما لذلك نحن نتحدث عن حالة غير مسبوقة في كل العالم يعني إذا أجرينا مقاربات مع كافة أشكال الاستعمار عمليا إسرائيل تتفوق في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني ولكافة الاتفاقيات لدينا طفل حكم عليه مؤبدا وأربع أطفال أحكام إدارية وهناك 12 طفلا أقل من سن 12 عام وهناك وقائع وتوثيقات صدرت عن مؤسسات أممية وقا أمنيستي وقا منسقة عن اعتقال الأطفال بما فيها عن جرائم إحتلال بما فيها الأطفال المشكلة أن العالم لا يحرك ساكنا وبالتالي يتم عدم استخدام كافة أدوات العدالة من قبل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بجرائم إسرائيل التي وصلت إلى جرائم حرب وبالعكس يعني يتم التعامل بمعيارين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان يعني أصبح هناك وضعية تتجذر يوميا في الوعي الفلسطيني بأنه لابد من أن نقوم بالاعتماد على أنفسنا لحماية الأطفال الفلسطينيين بمعنى أنه بالنضال والمقاومة وبالتضامن وبتنظيم فعاليات نشتبك بها مع الاحتلال عندها يصبح هناك اهتمام من المجتمع الدولي وتحديدا من بعض الدول تركض إلينا لتحاول تهدئة الأوضاع بما يضمن أمن إسرائيل لذلك يعني صحيح أن هناك مسؤولية على هيئة الأمم المتحدة على مجلس حقوق الإنسان صحيح أن هناك لجنة تقصي الحقائق وتشير إلى انتهاكات التي ترتكبها إسرائيل تجاه الأطفال وتحديدا قضية الطفل أحمد مناصرة أصبحت يعني معروفة لدى هذه الأوساط المختلفة لذلك أعتقد أنه الكرة بملعبنا كيف نفعل النضال كيف نفعل الاستضامة مع هذا الاحتلال لأنه يعني جرائمه أصبحت مكشوفة حتى يعني ابتكر جرائم فيها يعني عمليا إبداع شيطاني هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية عمليا لا يسمح للطفل أنه أحد يرافقه أثناء عملية التحقيق كما ورد في الاتفاقيات الدولية أيضا يتم فرض إقامة جبرية على الأطفال المقدسيين ويربطوا بسوار إلكتروني لمراقبة حركتهم حتى في حالات مرض الطفل وقراره لذهاب إلى الطوارئ يجب أن يأخذ إذن يعني حول الأم والأب لسجانين بدل أن يقوموا بدورهم في طبعا كل أبعاد الرعاية وتوفير الأمن والحماية للأطفال لذلك أعتقد أنه بالضرورة يعني على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ خطوات للرد على الجرائم الاحتلال لاتجاه الأطفال الفلسطينيين أن تتحرك كل السفرات أن بهذا الاتجاه للضغط وأيضا أن يطلب عقد مجلس أمن دورة خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأطفال خاصة في سجون الاحتلال لأنه كمان أصبح واضح لدى المؤسسات الدولية ولديها تقارير تشير إلى أن أيضا الأطفال يتم اعتقالهم مع سجناء أمنيين بدنيين في داخل الجنائيين ويتعرضوا للتحرش ويتعرضوا لعمليا العزل الانفرادي يعني عمليا مجرد احتجازهم مع الكبار بحد ذاته خرق لحقوق الإنسان لذلك صحيح منك ملايين التقارير ولكن ما العمل أنا العمل برأيي أن منظمة التحرير يجب أن تتحمل مسؤوليتها أن تعيد الاعتبار لحالة التحرر الوطني إذكاء الحالة الوطنية أن تخرج من حالة الاحتواء ومصادر دورها وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات تعبر عن حماية أو طبوحات الشعب الفلسطيني يجب أن تكون هذه المنظمة أمينة لألام الأطفال وذطلعات الأطفال والشعب الفلسطيني ككل لذلك لابد فعليا بالفعل من انتخابات لمجلس وطني إعادة الاعتبار للمنظمة المنظمة كتبت بحبر من الدم الفلسطيني توال عقود وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لا يعقل أن يبقى الوضع على حاله يعني مجلس وطني في العام 2018 قرر التحلل من انتفاقيات أوسلو لماذا لا زال هناك عمليا تمسك فقط من الطرف الفلسطيني الرسمي لهذه الاتفاقيات يعني يجب أنه بالفعل يعني استخدام أدوات وبطاقات القوة والضغط على إسرائيل وهذه البطاقات بشكل أساسي هي مرتبطة بقدرة شعبنا على النضال والمقاومة يعني أعتقد أن الأطفال في السجون وخارج السجون والنساء والرجال بحاجة إلى حاضنة سياسية يعني هناك حاضنة شعبية مع المقاومة ولكن أنا الأوام بالفعل يعني إيش ما ضلني أترح مثلا في وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية اعتقال العشرات اعتقال 160 هيك روحية الضحية يجب بالفعل التغيير الصورة الخطاب بشكل الصورة والخطاب والمضامين بشكل جواري أننا حركة تحرر يجب الاشتباك ومع هذا الاحتلال بكأنه مهم العمل الدولي واستخدام الأدوات الدولية ولكن الأهم هو العودة لنبض المقاومة في الشارع الفلسطيني لحماية أطفالنا ولوضع الصورة بوضعها الصحيح أننا شعب محتل وبالتالي كل ما لحق في هذه العلاقة من عطب من خلال اتفاق أصله بأن تحولنا من صراع وجودي إلى تعاون حقيقتنا هذا لن يحمي الأطفال ولن يحمي الشعب الفلسطيني وعليه أعتقد وعليه أيضا أنه يعني في مثلا يقول لا يحك جلدك إلا ظفرك فتولى أمرك فمهم المجتمع الدولي ولكن الأهم كما أشهرت هو العودة للشعب للمقاومة بكافة الأشكال هذا ما تحدثت به مهم جدا الآن خطوة 172 منظمة هذه أيضا وين تكمن أهميتها في حث المجتمع الدولي برأيك هي تعبر عن تضامن الشعوب العربية في المنطقة والشعوب عمليا المنظمة في دوائر المجتمع المدني يعني هناك شبكات حقوق إنسان في المغرب في اليمن في السودان في مصر في لبنان في سوريا في موريتانيا مؤسسات حقوقية في جينيف تحالفات مؤسسات مجتمع مدني يعني 172 منظمة هي تؤكد على حق الطفل الفلسطيني بالعيش بأمن وأمان وتحمل المسئولية للاحتلال وتطلب من المجتمع الدولي احترام اتفاقية جينيف الرابعة وكافة الاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل هي تطالب بمسائلة ومحاسبة إسرائيل واستطيع القول أن هناك تقدم طفيف في مسار تسليط الضوء على جرائم هذا الاحتلال باتخاذ خطوات صحيح لا زالت خجولة ولكن دورنا ونضالنا سيجبر هذا المجتمع الدولي على أن يتقدم خطوة إلى الأمام في مجال المحاسبة بمعنى أن كل تقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أدانت وأشارت إلى عنصرية الاحتلال وأدانت هذه الجرائم بما فيها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق لذلك قضية عمليا لمطالبة لجنة تقصي الحقائق برأي استشاري حول قانونية الاحتلال أيضا تأتي في مسار الضغط الدولي ولكن لدينا في 2004 كان هي توصية منظمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار والاستيطان وعدم شرعية ضم القدس وعدم شرعية الاستيطان وكان قرار مهم جدا كيف نستخدم هذا القرار ونعيده إلى الجمعية العمومية ونضغط هذا مهم ولكن الأهم الأهم هي العودة إلى خطاب ومضامين حرك التحرر وهذه مسئولية منظمة التحرير وعليه كل مواطن فلسطيني حتى في أحشاء والدته هو عضو في هذه المنظمة يجب إرجاع المنظمة إلى حالتها التي تجمع عليها حولها الشعب الفلسطيني كمعبر عن طموحاته وأماله في التحرر يعني بصراحة الهدف الرئيسي للشعب الفلسطيني هو الحرية الحرية وحق تقرير المصير عودة اللاجئين والاستقلال وبالتالي اختزال كل هذا النضال بسلطة ذاتية غير قادرة على حماية شعبها هذا الوضع يكلفنا الكثير من معاناة أطفالنا في السجون يكلفنا الكثير من الدم الفلسطيني ومن عمليا حقوقنا في كافة مجالات الحياة حيث يتم انتقاصها بشكل متصراعد خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة خاصة بعد تعيين اليمين المتطرف العنصري في حكومة نتنياهو لذلك أعتقد أنه لا مجال لا مجال إلا الخروج من عنق الزجاجة عبر انتخابات عبر إرادة سياسية عبر وقف الانقسام هذا هو ما يحمي الطفل والشعب الفلسطيني تعرفي شون مشكلة أستاذ أمال إنه إحنا نكتفي بالمطالبات يعني كما تحدثت قبل قليل لا يمكن لنا كشعب نقع تحت الاحتلال ويعاني أطفالنا ونسائنا وشبابنا ذلك وأن نكتفي فقط بالمطالبات وأن نحرك ساكنا يعني لا اجتماعات للمجلس الوطني لا ينعقد منظمة التحرير على حالها حتى القيادة بكفة أشكالها لا تحرك ساكنا وكأن في حالة جمود طيب كيف سيتحرك أي ملف ونحن لا نحركه يعني نستمر فقط بالمطالبات يعني هناك حراكات مستمرة يعني على الأرض تضال شعبنا في القدس على الأرض حراكات شعبية ولكن كما أشرت لا يوجد حاضمة سياسية تستثمر هذا الدم الفلسطيني وهذا الصمود الأسطوري الفلسطيني عمليا لقلب الطولة على هذا الاحتلال لا أدري يعني هناك محاولات عديدة جرت لقاءات تشكيل حراكات مختلفة ولكن يعني مطلبنا مثلا عندما قمنا بتنظيم المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون طبعا جوبهنا بقمع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وهذا غريب جدا ويعني غير مفهوم إطلاقا لا على صعيد الضمير الوطني الفلسطيني ولا على صعيد العقل السياسي الفلسطيني بمعنى أن المطلب الأساسي هو الضغط وبطرق سلمية وتشكيل كتلة شعبية ضاغطة من أجل عقد انتخابات مجلس وطني فلسطيني والعودة إلى ميثاق المنظمة لعام 1968 وقتها المجلس المنتخب طبعا ضمن معايير معينة تفتح المجال أمام الشباب والنساء والحراكات المدنية وكافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني لتشكل جبهة وطنية عريضة بستراتيجية على أرضية شراكة وطنية فعلية للأسف ما بعد أوسلو تم ضعاف المنظمة وإلحاقها إلى السلطة وقلب معادلة العلاقة التي تم تحديدها في ما يسمى بعملية السلام أن المنظمة هي مرجعية السلطة وبالعكس هذه اللجنة التنفيذية البعض يتململ البعض يصدر بيان هنا وهناك ولكن الشعب الفلسطيني استطاع عمليا أن يجابه الاحتلال منذ أكثر من سبع عقود أو حتى منذ مئة عام وهو ناضل ضد الاستعمار لذلك مطلبه ويعبر عن طموحاته لن يتوقف ولكن الفكرة أننا نريد التحول الجذري السياسي للمنظومة السياسية ككل بطريقة الانتخابات بطريقة ديمقراطية بطريقة سلمية لأن ما يجري في المجتمع الفلسطيني خطير ويترك أثار خطيرة على النساء وتحويلنا إلى كانتونات معزولة وجزر معزولة وضرب قوة وتجذر الأهداف الوطنية والتفسيرات والتأويلات لنخب عمليا لا تعبر عن طموحات شعبنا هذا عمليا يتطلب من كل فلسطيني وفلسطينية من الشباب تحديدا والشابات التحرك والالتفاف حول مطلب انتخابات وهذا ورد في إعلان الجزائر أن تجري الانتخابات خلال عام ولكن لازالت اللجنة المشتركة تدرس قرارات يعني لذلك خطير الوضع وبقوله نريده أفعالا وليس أطوالا لا نشكك بأحد ولكن أصبحت داب التلج وبان المرج ولذلك هذا الاستفاف لابد منه استفاف شعبي جماهيري للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين لمواجهة هذا الاحتلال العنصري الإحلالي من أجل نيل الحرية هذا المطلب وهذا الحلم وهذا الحق الذي دفع شعبنا دمن من أجله شكرا جزيلا لك سيدة أمال شكرا لحضورك سيدة أمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية شكرا لك اشتركوا في القناة